هم يقولون لا قضى قدر فهو لا والله ممثلين به موزين ممثلين به تنثيل عبالك شوش مساوي قتل بضربة بالطبر في رأسه ثم حريق مع البيت هكذا كانت نهاية حسن الذي قتل بخطة إجرامية رسمت ونفذت على يد زوجته وجاره وليس أبر حريق كقضاء وقدر بحسب قول عائلته التي روت لنا تفصيلات الحادثة مرته تستدعي أنه هو بالغرفة النوم وكهرباء طاق عليه هو مو كهرباء طاق عليه ضربينه وبرأسه ابني حسن القتال ببيته عن طريق جاره وإلى حلاقة ويلمره وبعديا قالوا قضى وقدر وبعديا رحنا وليقينا مو أضغى وقدر كل قتل أكثر من سنة وعائلة حسن تنتظر محاسبة المتهمين بقتله فالمتهم تم القاء القبض عليه أما الزوجة فهاربت هنا لكن القضية تتعرض لضغوط وتمارس فيها المماطلة وفق حديثهما ولأجل ذلك يطالبون بحق ابنهم قبل ضياعه وفق الدعوة والدعوة جاء تتخذ غير إجراءات جاء تدخل بها غير أطراف وما جاء يطلع حقي وجاء يجيني حتي من الأطراف اللي هم مشكوك منهم يقولولي فوت أمرك إلى الله ما يطلع لك شي بهذه الدولة هل يصير هذا الحتي؟ ما يصير هذا الحتي فأنا أناشد محمد الشاعر السوداني يلتفت لي ويباوع لي أنا هم مثل ابنة وهم خادم هذا البلد فأريد اليوم يساعدني ويقفلي ويطلع دم أخويا قصة حسن تشابه العديد من القصص الإجرامية التي أخذت دائرتها بالاتساع مؤخرا في ظل غياب الوعي وضعف الدور الرادع لهذه الجرائم وتهديدها السلمة المجتمعية فأين دور الجهات المانية للحد من تلك الجرائم وإنهائها بغداد اليوم عين في كل مكان